طل المدير العام السابق للأمن العام عباس إبراهيم المدع عليه بمنف المرفأ لا يبري حاله من انفجار أربعاب بحجاج ناقصة وبراهين مفقودة وكان فيه تلفزيون جاهز للمع له صورته عباس إبراهيم وتاريخ متحرك في جمهورية متوقفة اسم علم يحيطه علم لبنان الأول وقبة المسجد الأقصى في فلسطين بخفة تهرب إبراهيم من مسؤوليته عن الانفجار الأمن العام مسؤول من الأشخاص وليس عن بضائع كان ممكن للمحاول يسأل اللواء عن مهام الأمن العام بمكافحة كل شيء بمس بالأمن وعن الجهاز كضابة عدلية كان لازم يخابر القضاء أو يبلغ مجلس الأمن المركزي بملف النتران بس المطلوب كان تهريب إبراهيم من الأسئلة متل ما تم تهريبه من التحييق كان فيه خطر أنه يوقفني الأجيبية متل ما وقف مدير الجمرق متل ما وقف ضباط بالأمن العام مش مسؤولين عن هذا الموضوع هيك صار احتمال التوقيف مبرر الهروب من التحييق والمحاول اللي كان عم يسأل عن التحييق صار فجأة مهتم بحماية المأمن كان بيحمر الوضع هكذا خطوة نظراً لحيثيتك نظراً لما تمثله الخفة الأكبر بمقابلة إبراهيم كانت اتهام القاضي طارق بيطار بالتسييس متل ما عملت كل الطبقة السييسية اللي كان بدها تخلص من التحييق وتبيع أهل الضحايا بأسرع وقت يعمل وفقاً لضميره وفقاً للقانون اللي أنيط به تطبيقه بعيداً عن أي أجندات أخرى مين كان وراء القاضي بيطار بدو ياخده اه مين ورا ما بعرف أنا بعرف انه كان هناك هيدا الجو مين ورا طارق بيطار سيادة اللي واق ما بيعرف بس الأكيد انه بنيترات الأمونيوم كان بيعرف